السلام عليكم هنعمل عصير جوافة باللمون هيل مفيد جدا للاطفال ومفيد جدا كمان للكبور حلو جدا جدا لنزلات البرد يعني بجد انت مش هتقدر تستغني عنه خالص ولا في الشتاء ولا في الصيف جميل جدا جدا وهقولك كمان ازاي تفرز الجوافة وتحطها في الفريزة اللي عندك مدة طويلة وازاي لو عملت جوافة باللبن يقعد معاك في التلاجة يومين ما يسودش لو انت اول مرة بقى بتشوفي القناة انا نوها ودي القناة وصفات نوها ورحب لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي رايك ولو لسه مش تركتش اشتركي وفعال الجرس عشان يوصلك منه كل جديد هبدأ ان رأي ان انا جيب الخلاط عندي كده هحط في عصير ست لامونات ونص كيلو جوافة انا مقطعه كده زي ما انت شفتي بالشكل ده وشيلة منه البصر وهحط عليهم ثلاث معالق عسل مش اكتر من كده كل ده الحاجات بتاعت اللي هحطها يعني عصير سهل جدا جدا بس في نفس الوقت مفيد ومغزي جدا وبالجد لو هتعملي للاطفال هايل بجد ليهم وهبدأ ان انا هنزل عليهم بكوبيتين مياه لو انت بقى هتعملي باللبن يبقى بليش تحطي اللمون يعني حطي عصير لمونة واحدة هيتفرق معايكي في اللون بجد بدرجة فضيعة هتخليه معايكي لونه ابيض وفاتح كده لمدة يعني يومين ثلاثة ايام كل ما يقعد معايكي هيفضل يعني على طول طول ما هو قاعد معايكي في التلاجة هيفضل فاتح مش هيسود ابدا ولو انت عايزة بقى تفرزيها بتشيليها وهي متقطع كده من غير بزر اه في كيس اللي هو كياس التلاجة او علاب التلاجة وبتحطيه في الفريزر بيقعد معايكي شهور وهبدأ بقى ان انا ايه بعد ما دربت في الخلط كده احطه في دورة وابدأ بقى ان انا احطه في الكسات بتاعتي بالشكل ده كده واقدمه بقى جميل جدا جدا وكمان لو هتستعمليه قضيوفة هايل بجد كمان للضيوف انا حطيت يعني اللمون كده بقشره حبيت حاسيت ان هو كده شكله احلي يعني من معشره نون الاخضر جميل جدا وهقدمه بقى بالشكل ده ما تنسيش تعملي لايك ومع السلامة